مدينة التاغيت بوليتي بشار تشير الساعة الى الثانية بعد الزوال حين تبلغ الحرارة اقتضى درجاتها يتوجه هؤلاء الى الكثبان الرملية الحمام الرملي او التداوي بالرمال هذه الطريقة العلاجية اصبحت ملجأ المرضى من مختلف ولاية الوطن تساعد على علاج امراض متعددة حيث يدفن الجسم داخل حفرة الرملية لمدة لا تتجاوز 22 دقيقة وهنا تبدو ملامح الاسترخاء على المرضى كل عام كل ما كنت نجي نفوت العاملة بس بس كون عندي الارتروزمون هذا الجهة منه وعندي فركابي هنا تقام العملية وفق طرق علمية وبعد استشارة طبية لكل مريض للحصول على نتائج المرجوة جيت البارح من مدينة وعند الجي قابضني البارح فركابي ومركابي وابض البارح اردمت عشيت شوية واليوم راني اردمت خير ربت الحمد لله لهذه الساعة اللي رانا فيها والحمد لله الولى صحيح هذي وين اللي رانا نجي له هذه العملية الاستشفائية التقليدية اللي هي مختصة سبيسيال امراض الروماتيزم امراض البرد اللي قاعد لانتها علاقة مع البرد في اول حاجة نستقصر الانسان واش عندها شي امراض مثل ضغط دموي ولا مرض سكاري ولا امراض القلب خاطر العملية هذي صعبة لهم من الانسان العادي نورمال وسيلة علاجية تقليدية متوارثة اثبتت نجاعتها عالميا موسيقى